السلام عليكم كيفكم يا طلابي يا حلوين اليوم درسنا ان شاء الله عن معركة الكرامة بدي احكي لكم الآن ماذا ما المقصود منطقة الكرامة هي مكان جميل يشتهر بزراعة الموز والحمضيات وفيه النصب التذكير لشهداء معركة الكرامة تقع منطقة الكرامة من منطقة الشون الجنوبية تبعد عن مدينة عمان منقدار 30 كم جنوبا سيامسنا نعرف ايش هو مكان معركة الكرامة وزمان معركة الكرامة والجيوش المشاركة واسباب معركة الكرامة زمان معركة الكرامة وقعت معركة الكرامة في 21 آذار في 21 ثلاثة عام 1921 المكان كان في منطقة الكرامة في الشون الجنوبية الجيوش المشاركة كانت بين قواتنا المسلحة الاردنية الجيش العربي مع عصابات العدو الصهيوني أما أسباب هذه المعركة عندما سعى العدو الصهيوني احتلال المرتفعات الشرقية في الأردن هاي هي مثل المرتفعات الشرقية اللي حاول العدو الصهيوني احتلالها وضمان الأمن والهدوء على طول خط وقف اطلاق النار مع الأردن وسيطرت محاولة العدو الصهيوني بالسيطرة على منطقة الأغوار الغنية بالأراضي الزراعية الخصبة نعرف أن الغور الأردني يعتبر سلة خضار الأردن لأنه ينتج العديد من المحاصيل الزراعية كالموز والحمضيات والخضروات والنخيل نأتي الآن يامس إلى مجريات معركة الكرامة في صبيحة يوم 21 آذار صدر بيان عن الجيش العربي الأردني في تمام الساعة الخامسة والنصف من صباح 21 آذار عام 1968 قام الجيش الإسرائيلي بشن هجوم واسع على منطقة نهر الأردن شايفين هذه المنطقة يامس؟ منطقة نهر الأردن من ثلاث أماكن جسر داميا وجسر السويمة وجسر الملك إحسين اشتركت معها قواتنا بجميع الأسلحة واشتركت كمان يامس الطائرات التابعة للعدو في العملية ودمر العدو حتى الآن أربع دبابات وأعداد من الآليات وما زالت المعركة قائمة بين قواتنا وقوات العدو الصهيوني حتى هذه اللحظة بدأت هذه المعركة عند الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الخميس في 21 آذار يعني في 21 ثلاثة عام 1968 واستمرت هذه المعركة يامس ستة ستعشر ساعة في قتال مرير على طول الجبهة من خلال مجرى الحوادث وتحليل العمليات القتالية فكانت هذه المعركة على ثلاث مقتربات هو جسر دامية وسويمة جسر الملك إحسين فقد استخدم الإسرائيليون على كل مقترب من هذه المقتربات مجموعة من مجموعات قتال مكونة من المشاء المنقولة بنصف مجنزرات ودبابات تساندهم على كل مقترب وحدات من مدفعية الميدان ومتفعيلات الثقيلة ومع كل مجموعة أسلحتها المساندة لها من إسناد جوي كثيف كمان مع إسناد جوي كثيف على كافة المقتربات نعرف كمان يا ميس إن معركة الكرامة لم تكن معركة محدودة تهدف إلى تحقيق هدف مرحلي متواضع بل كانت هذه المعركة يا ميس امتدت جبهتها من جسر الأمير محمد شمالا إلى جسر عبدالله جنوبا إن شاء الله تكون يا ميس الصور عندكم هون واضحة ها يا ميس بتكون في الأغوار الوسطى وفي الجنوب كان هناك هجوم تضليلي على منطقة غور الصافي وغور المزرعة من خلال دراسة جبهة المعركة نجد أن هجوم الإسرائيلي قد خطط على أكثر من مقترب ومكان عاملين ثلاث مقتربات هي جسر السويمة ودامية وجسر الملك حسام ولكن هنا نرى أن الهجوم الإسرائيلي قد خطط على أكثر من مقترب نعرف كمان يا ميس أنه بعد خمس ساعات من بدء المعركة طلبت القوات العدو الصهيوني وقف إطلاق النار لكن الأردن ماذا؟ رفضت بعدما رأت النصر ماذا؟ حليفها وكان قائد معركة الكرامة قواتنا المسلحة الأردنية هو الملك الحسين رحمه الله كان قائد هذا الجيش ورغم كل الضغوطات الدولية علي عدم وقف إطلاق النار طالما أن هناك جنديا إسرائيليا واحد شرقي الأرنهر مش في بددات المعركة كتلكم يا ميس أنه حاولت قوات العدو الصهيوني إنها تقوم بهجوم غاشم بقصف جوي ومدفعي على منطقة الكرام منطقة مرتفعات البلقاء منطقة نهر الأردن وكان قائد القوات المسلحة في هذه المعركة هو الملك حسين بن طلال رحمه الله فبعد أو في أول خمس ساعات من المعركة حاولت عصابات العدو الصهيوني إنها ماذا نأتي الآن يا ميس إلى موقع معركة الكرامة جرت أحداث معركة الكرامة في منطقة غور الأردن على الضفة الشرقية من النهر المقدس تمام نسبت المعركة إلى قرية الكرامة التي حادت أهم الاشتباكات فيها وقربها نعرف كمان يا ميس إن قرية الكرامة تقع في الجزء الشرقي من غور نهر الأردن جزء الشرقي من غور نهر الأردن وهي عبارة عن منطقة زراعية منخفضة جغرافيا اشتهرت بباساتينها الكبيرة وقدرتها الدائمة منطقة الكرامة لها عدة أسماء كان يطلق عليها اسم منطقة الآبار ليس سموها منطقة الآبار لكثرة الآبار الارتوازية فيها وكانت يا ميس تسمى كمان منطقة غور بغور الكبد باعتبارها جزءا من المنطقة الزراعية واسعة تعتبرها هذه المنطقة سلة الغذاء الأردني يعني يعتمد عليها 95 من سكان هذه المنطقة على ماذا؟ على الزراع التمهيد للمعركة يا ميس بعد احتلال اسرائيل الضفة الغربية من نهر الأردن في حرب عام 1967 ظهرت يا ميس مجموعات من الفدائيين الفلسطينيين في منطقة الغور الشرقي وكانت هجمات الفدائيين تتم بدون تنصيق مسبق مع الجيش الأردني سفي مطلع عام 1968 صدرت عدة تصريحات رسمية من إسرائيل تعلن أنه إذا استمرت نشاطات الفدائيين الفلسطينيين عبر هذا النهر فإنها ستقرر إجراء عمل مضاد مناسب وبناء علي زادت نشاط الدوريات الإسرائيلية في الفترة ما بين 15 إلى 18 مارس عام 1968 بين جسر الملك حسين وجسر دامية وزات أيضا الطلعات الجوية الإسرائيلية فوق وادي الأردن نأتي الآن إلى أهداف المعركة تمهيد الهجوم الواسع التي قامت به إسرائيل بهجمات عديدة استخدمت بشكل رئيسي القصف الجوي والمدفعي على طول الجبهة الأردنية طوال أسابيع عديدة سبقت بداية المعركة في خمسة ونصف من فجر يوم الأحد في 21 آذار عام 1968 القيام ببداية هذه المعركة كان من أهم أهداف القوات العدو الصهيوني هو القضاء نهائيا على الفدائيين الفلسطينيين وفتح العاصفة بقيادة أبو عمار والجبهة الشعبية بقيادة جورج حبش أنه لم يمضي وقت طويل على هزيمة الجيوش العربية والشعور بأن جيشهم لم يهزم في هذه اللحظات يامس أعلنت إسرائيل أنها قامت بالهجوم لتدمير قوة المقاومة الفلسطينية والقضاء على حلم العودة لدى الشعب الفلسطيني الصفي فجر يوم الخميس فجر يوم الخميس الواحد والعشرين من شهر آذار عام 1968 اشتبكت قواتنا المسلحة الأردنية مع عصابات العدو الصهيوني عندما حاولت العصابات العدو الصهيوني احتلال الضفة الشرقية لنهر الأردن وكان الاشتباك بقصف جوي ومدفعي على طول الجبهة الأردنية فتقدمت قوات العدو الصهيوني عبر نهر الأردن فصارعت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إلى التصدي لهذه القوات بشجاعة وثبات ودارت معارض داخل مدينة الكرامة وتكبد العدو خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وبعد خمس ساعات من بدء المعركة طلبت قوات العدو الصهيوني وقف إطلاق النار لكن الأردن ماذا؟ رفض ذلك بعدما رأى النصر ماذا؟ حليفة وأن أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر قد أصبحت ضربا من الخيال ما نعرف يا ميس أنه كان من أهم أهداف العدو الصهيوني ثلاث مقتربات ثلاث مقتربات هاي المقتربات إنهم يحاولوا يستولوا على منطقة الأغوار من ثلاث مقتربات من خلال جسر دامية جسر الملك حسين وجسر سويمة جسر الملك حسين جسر الملك عبد الله وجسر سويمة وجسر دامية الآن يا ميس إلى القتال على مقترب جسر الملك حسين لقد كان هذا الهجوم الرئيسي موجه نحو الشونة الجنوبية وكانت القوات الإسرائيليين الرئيسية المخصصة للهجوم مركزة على هذا المحور الذي يمكنهم التحول منه إلى بلدة الكرامة واستخدم يا ميس الجيش الإسرائيلي في هذه المعركة على هذا المقترب جسر الملك حسين لواءين لواء الدروع ولواء آلي مسندين في سندهم المدفعية والطائرات فاشتبكت القوات العدو الصهيون الجيش الإسرائيلي بوحي الدبابات لعبور الجسر مع قوات الفدائيين الفلسطينيين من الجسر إلا أن قناصين الفدائيين الفلسطينيين تمكنوا من تدمير تلك الوحدة وبعدها قام الجيش الإسرائيلي بقصف شديد مركز على المواقع ودفع بكتيب الدبابات وسرية محمولة إلا أن الجيش الإسرائيلي دفع بوحدات أخرى كمان من دروع ومشا وبعد قتال مرير استطاع الفدائيين ماذا؟ هزيمة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقار يعني بعد خمس ساعات حاولت العصابات العدو الصهيوني إنها وقف إطلاق النار لكن جيش الأردني مع الفدائيين رفضوا ذلك حتى عندما رأوا النصر حليفهم هزا المقترب الثالث يامس المقترب على مقترب جسر الأمير عبد الله إذ حاول العدو القيام بعملية عبور من هذا المقترب باتجاه ناعور عمام وحجد لهذا الواجب قوات المدرعة إلا أنه فشل ومنذ البداية على هذا المحور ولم تمكن قوات العدو الصهيوني من عبور هذا النهر حيث دمر الفدائيين الفلسطينيين معظم معدات التجسير التي حاول الجيش الإسرائيلي استخدامها في عبور هذا المحور المقترب الأخير للقوات العدو الصهيوني مقترب غور الصافي لقد حاول الإسرائيليون تشتيت جهد القوات الأردنية وإرهاب سكان المنطقة وتدمير منشآتها مما حدا به إلى الهجوم على مقترب غور الصافي من دبابات ومشات آلية ممهدا بذلك بحملة إعلامية نفسية مستخدمة فيها المناشير التي كان يلقيها على السكان يدعوهم فيها إلى ماذا؟ إلى الاستسلام وعدم المقاومة قام العدو الصهيوني بقصف جوي مكثف على القوات الأردنية إلا أن كل ذلك قوبل بماذا؟ بقوة عزيمة قواتنا المسلحة الأردنية والفدائيين قوبلة بدفاع عنيف من قبل الجيش العربي وبالتالي يامس أجبرت القوات الإسرائيلية على الانسحاب وبهيك يامس انتصرت قواتنا المسلحة الأردنية وانهزمت عصابات العدو الصهيوني في هذه المعركة فشل العدو الصهيوني في تحقيق أي من أهدافه في الاحتلال المرتفعات الشرقية مرتفعات البلقاء واحتلال منطقة الكرامة فكانت من أهم نتائج معرفة الكرامة انتصار الجيش العربي وهزيمة العدو الصهيوني وبلغ عدد القتلى في صفوف العدو 250 قتيل و450 جريح وتدمير 27 دبابة 18 ناقلة و24 سيارة مسلحة نعرف يامس ان هاي المعركة أبرزت أهمية الإعداد المعنوي وحسن التخطيط والتنفيذ في إحراز النصر والحاق الهزيمة بقوات العدو الصهيوني سألنا تذكروا لما حكيت لكم أنا قتلى وشهيد القتلى هم اللي بيكونوا في صفوف العدو أما الشهيد هم اللي بيكونوا في صفوف قواتنا المسلحة الأردنية حكينا يامس النصب التذكاري حكيت لكم إياه في بداية الشرح هذا النصب التذكاري في أرض الكرامة يرمز إلى شهداء معركة الكرامة تمام يامس؟ تمام إذن معركة الكرامة زمانها في 21 آذار عام 1968 ميلادي مكانها في منطقة الكرامة في الشونة الجنوبية الجيوش المشاركة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مع العدو الصهيوني أما أسباب المعركة سعي العدو الصهيوني إلى احتلال المرتفعات الشرقية في الأردن ضمان الأمن والهدوء على طول خط وقف إطلاق النار مع الأردن والسيطرة على منطقة الأغوار الغنية بالأراضي الزراعية الخصبة ولكن هذه محاولاتهم قوبلت بالفشل نتائج المعركة انتصار قواتنا المسلحة الأردنية وهزيمة العدو الصهيوني وبلغ عادل قتلى في صفوف العدو 250 قتيل و450 جريح وتدمير 27 دبابة 18 ناقلة و24 سيارة مسلحة هذه الصور من نتائج معركة الكرامة عندما فرحت قوات المسلحة الأردنية والفدائيين في الانتصار على العدو الصهيوني وحكي أنه كان قائدهم هو جلالة الملك حسين بن طلال رحمه الله هاي كمان الصورة هاي لما ذهب الملك حسين بن طلال يتفقد ضحايا معركة الكرامة هم قتلهم قتلى اليهود كان فرح جدا هاي كمان صورة من خطاب النصر اللي ألقى جلالة الملك حسين بن طلال بعد انتهاء معركة الكرامة نعت الآن إلى الدرس الأخير وهو درس الوفاء للشهيد قال تعالى وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزَقُونَ صدق الله العظيم جعل الله تعالى للشهيد منزلة عظيمة وعلته إلى أرفع الدرجات لماذا؟ لما بدله من تضحيات بالنفس في سبيل الله تعالى قد أكد القرآن الكريم فضل الشهداء ومكانتهم فالشهيد يامس هو من يبدل نفسه في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله لأن الشهيد هو من يبدل نفسه في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله حسنا يامس تذكرنا لمحاكتلكم كمان في معركة الكرامة النصب التذكاري تمام؟ حكينا كمان يامس في معركة الكرامة النصب التذكاري الموجود في منطقة الكرامة يرمز إلى شهداء معركة الكرامة والشهيد هو من يبدل نفسه في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله نأتي الآن إلى صرح الشهيد ماذا نعني بصرح الشهيد؟ هو عبارة عن معلم حضاري يضم في جنباته نماذج من بطولات الجيش العربي وتضحياته هذا يامس بنسميه صرح الشهيد إذن صرح الشهيد هو عبارة عن معلم حضاري يضم في جنباته نماذج من بطولات الجيش العربي وتضحياته ومن شهداء معركة الكرامة سأذكركم بعض من شهداء معركة الكرامة العريف سلطان محمود محمد الكوفحي والعريف محمد نايف محمد بني أحمد والعريف عبد الرحمن خليل جبريل أبو عريف كمان يامس الجندي أول سميه صالح سلمان الحدادين والعريف موسى فيصل الرواحنة هدول يامس بعض شهداء معركة الكرامة نأتي الآن إلى واجبنا نحن كأردنيين من خلال الاهتمام أو المملكة الأردنية الهاشمية بالاهتمام بالشهداء ليش يامس المملكة الأردنية الهاشمية بتهتم بالشهداء؟ لماذا؟ لما بدلوه من تضحيات للدفاع عن الوطن وأرض فلسطين ساب اهتمام المملكة الأردنية الهاشمية بالشهداء لما بدلوه من تضحيات الدفاع عن الوطن وأرض فلسطين نعرف كمان يامس أن قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي هم كانوا يسموا ولحد الآن بيسموا بسياج الوطن يعني حصنه المنية قد خاطر قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي معارك الشرف والإباء والعزة دفاعا عن ثرى الأردن الطهور وفلسطين الحبيبة وتوالت كواكب شهدائنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم الزكية أروع معاني البطولة وأرفع أمثلة العطاء والتضحية نعرف كمان يامس أنه في كل عام في خمس اتنين خمس شباط من كل عام بيحتفل أردنيون بيوم الوفاء الوطني للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين إذن في خمس شباط من كل عام يحتفل أردنيون بيوم الوفاء الوطني للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين سهب احتفالهم بهذا اليوم لماذا؟ تقديرا لعطائهم وتضحياتهم الجليلة في الدفاع عن حمى الوطن إذن سهب احتفال الأردنيون بهذا اليوم هو خمس اتنين أو خمس شباط من كل عام بالاحتفال في اليوم الوطني للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين تقديرا مننا ومنهم لعطائهم وتضحياتهم الجليلة في الدفاع عن حمى الوطن لو يجي تسألتك يامس ما واجبك أنت أو أسرتك أو العائلة الأردنية الكريمة اتجاه الشهيد بها معنى ما واجبنا اتجاه الشهيد نعرف يامس أنه قدم نشام قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي أرواحهم فداء للوطن وآثر مصلحته على أنفسهم وحياتهم لكي نعيش نحن بماذا؟ بأمان مطمئنين في وطننا الحبيب من واجبنا احنا أن نسير على ماذا؟ أن نسير على قطاهم في الحفاظ على وطننا والمساهمة في بناءه أسد دفاع عن الوطن يامس لنعرف أنه لا يقتصر على قتال الأعداء بل يشمل أن تذكر تضحيات شهداء الأردن بفخر واعتزاز وأن نسير على خطاهم دفاعا عن الوطن كمان يامس أن نحافظ على أمن الوطن واستقراره وصون مرافقه العامة والعمل على تطويرها إذن يامس الشهيد هو من يبذل نفسه في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله أما صرح الشهيد هو عبارة عن معلم حضاري يضم في جنباته نماذج من بطولات الجيش العربي وتضحياته ساب اهتمام المملكة الأردنية الهاشمية بالشهداء لما بذلوه من تضحيات دفاع للدفاع عن الوطن وأرض فلسطين يوم الوفاء الوطني للمحاربين القدامى المتقاعدين العسكريين هو يكون في خمس شباط من كل عام باحتفل فيه ماذا الأردنيون ساب احتفاء الأردنيون بهذا اليوم تقديرا لعطائهم تضحياتهم الجليلة في الدفاع عن حما الوطن سياج الوطن منهم حكينا هم قوات المسلحة الأردنية بتمثل بالجيش العربي ما واجبنا اتجاه الشهيد أن نسير على خطاهم في الحفاظ على وطننا والمساهمة في بنائه وبهيك يا ميس قد انتهينا من شرح درس معركة الكرامة والوفاء للشهيد ويعطيكم العافية